وفي اجتماع آخر لاستعراض ملفات عمل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أهمية العمل على نجاح تجربة الجامعات الأهلية والتكنولوجية لما لها من دور مهم في إيجاد خريج قادر على مواجهة تحديات العصر الاجتماع شهد كذلك تسليط الضوء على تنسيق الجامعات الأهلية في ضوء اهتمام الدولة بهذه التجربة حيث تمت مراجعة الموقف التنفيذي للجامعات الأهلية استعدادا لبدء الدراسة شكرا